طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن تواصل استهدافها المكثف للجيب الأخير المتبقي لتنظيم داعش إرهابي عند الضفاف الشرقية لنهر الثرات بريف دير الزور الشرقي في الوقت الذي تستهدف فيه قوات سور الديمقراطية بقذائف المدفعية والهون أماكن سيطرة التنظيم في المنطقة ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى في صحوف التنظيم الإرهابي وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة عدد عناصر التنظيم الإرهابي المتواجدين في منطقة هاجين يقدر ما بين 1500 إلى 2000 عنصر بحسب تقديرات للتحالف الدولي أعلن عنها نائب قائد قوة المهام المشتركة في التحالف الجنرال كريستوفر غيكا مشيرا إلى أن المعركة ضد داعش في شرق الفرات صعبة نظرا إلى هذا العدد الكبير من مسلحه هناك مؤكدا في الوقت نفسه أن الإرهابيين عززوا مواقعهم الدفاعية في هاجين من خلال إقامة تحصينات وحفر أنفاق تحت الأرض وعلى صعيد متصل قانى موقع المونيتور الأمريكي بأن الاستئناف قوات السورة الديمقراطية حملتها ضد داعش دور كبير في تغيير المعركة في سوريا ودور أهم في تحديد موقف ورؤية الولايات المتحدة المستقبلية لسوريا وأضاف الموقع أنه إذا لم تكن هناك قوات السورة الديمقراطية فليست هناك حملة ضد داعش مؤكدا بأن قسد هي العمود الفقري في الحرب ضد الإرهاب وهي القوة الوحيدة التي استطاعت كسر التنظيم وإخراجه من معظم الأراضي السورية ترجمة نانسي قنقر